اشتركوا في القناة 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 سمعني يا عمد وحياتي عندك أنا والله الغركة هتجنني أنا كنت واحدة تانية وأنا بأعمل كده كنت واحدة تانية آخر حد كنت أتصور أن يجي للغدر من ناحيته أنت يا سميحة أبوز إيدك سمعني أنا مش هعمل كده داني خالص حياتي أمو وياجب سمعني سمعني اللهم صل على الندم اللهم صل على الندم أيوة كده يا حمد يا عتلاي الله ينور عليك سمتصدق ياطي أنا جدع منك شركة أولاد تعد تبني عمرات ليل ونهار سمتصدق بالله حاجة أنا ناقص هنم مع العمال هنا عشان نخلق ده هتبقى أسرع بناية فيك يا جمهورية مصر العربية كلها علي النعمة أنا ببقطر لحظات انبساطي في الدنيا وأنا بشتغل الشغل أنا دي جدع يا محمد جدع بقول لك يا حاجة بقول لك يا حاجة في حتة أرض في آخر الهارة ما تيجي ناخدها نبص عليها كده نبني عليها يجي عشر عمرات أيوة كده شجيني يا محمد يا حبيبي يا أخويا هي طبعا مين الأرض دي؟ طبعا محافظة بس عليها شوية مشاكل كده مشاكل؟ احنا نبص عليها الأول وبعدين نشوف مشاكلها إيه يلا بينا دلوقتي حاجة حالا ملا تؤجر عمل يوم للغد يلا يلا طيب خلاص ماشا خلص حاجة مع رئيس الأمان وجيل طب بسرعة ماشا حاجة حمادة جادع ألو أه مدارة أنت فين يا فتح؟ أنا عند العمارة وعند محمد بالصلاة عن نبي عام العمارة إيه تفرح إن شاء الله هعملك أحلى مصنع فيك يا مصر أيوة يا أخويا كوني أنا إيش ضماني بقى إنك عند العمارة مش إنك زي غينة ولا هنا جرية يا بدرية وأنا هكذب عليك ليه أنت دايما كامش مأمنة؟ لا مش على طول ولا حاجة أنا بس بقيت خايفة تروح تتجوز زي ابوك واخوك وبقى هنا نايمة على وداني يا حلوة الكبادرة وأنت بتغري علي الموضوع مش موضوع غيره الموضوع إن أنا ما بحبش حدي الديني على قفايا يا ستني محاش هديك على قفاك ولا حاجة وما تخفيش طب أنت راجع أمتى؟ ما عرفش طيب أنا هنسل دلوقتي روح مع أختي عند الدكتور خير؟ الدكتور ليه؟ لا دكتور أمراض نسا كده يعني يمكن نتأخر شوي ما تقلقش سلام بقى دي تشفيلة جديدة يا مدام بدري طب مضحة جيالنا من بره بس ساحل منفذينا هنا ده عجبني قوي يطلع له قد إيه ده؟ ما يجيله قراطين ده يا بدري لا لا مافتكرش هي حوالي قراط ونص أمان نوزيني ونشوفه لا ده قراطه ربع بس يا مدام بدري لا ده صغير قوي أنا عايزة حاجة أقبر هو الشكل عاجبني عايزة نفس الشكل ده بس على أقبر أنا عندي حاجة تحفة بس أفتكر هتبقى غالية شوية يا مدام بدري أمان مفيش حاجة تغلى عليكي بس أفتكر هيبقى فوق شوية فوق فوق يا عصاب مانا برضو فوق ولله الحمد يوه خمسة وخمسة في عنك يا بدري ياختي ما بيحسد المال للأصحاب قولي يعني حيبقى كم إيراد كده ولا يطلع له بكام؟ هيبقى حوالي خمس قراريت يا مدام إن شاء الله تكون في المريخ بدل فيها مصلحة بتتعملت وبتتعمل ها اخد كل إجراءتك وبلغني طب مع السلامة دلوقت مع السلامة بدريا عمليكم بات شاي بدريا طبعا على ليه لسه مجدش قولي ايه يا الساعة كان فيدك يا حج حد عشر ما بود اسمو كلام ده على فكرة بقى بدريا بترجع لوحدها متأخر كتير قوي وانا اتكلمت معا في الموضوع ده بس انت عارف انا مليش كلمة عليها انا بقولها انت بقى ان شاء الله الموم مركز معايا عايزين نفتح شركة في امريكا احنا فين وامريك فين يا حج ما لنا احنا وما لامريكا يا عبيد ده ما لنا وما لنا عشان نوبا جامدين في البورصة لازم ان يوبا عندنا مكتب هناك انا قولت اليونس ياخد كل الاجراءات اه على كده بقى لازم حد فين يكون في امريكا ما احنا بس نفتح مكتب هناك واحنا الثلاثة عادين هنا ان شاء الله ربنا يسهل ما انا بقول لك قولت اليونس ياخد كل الاجراءات المهمة عايزك تجيب لي شاشة زي دي عندنا في المجد وشاشة عندك في البيت وشاشة عند اخوك احمد في البيت كمان عند قانية بيت فيهم التلاتخ ما هو يتجوز وانا اجيب شاشات اضحك اضحك يا اخوي ما هو جواز وخرب ديار نفسه اشرب خمرة قوي يو تتجننت يا بدريا ولا ايه؟ يا اختي هو انت شفتيني شربت بقولك نفسي 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 طب خطي الترحى على دماغب يلا يا ستي حزب عشان اتأخرنا الترحى دي مش هطالة عند البيت خليك كده لحد ما جوزك ولا حد من اخوتي وشوفت وتبقى مصيبة مصيبة ليه؟ قعدة مع اختي في مطعم في فندق باكل بالشوكة والسكينة بترحض حلقات من على شعر زنب انا ايه؟ بفعل انا انت عندك حق ملكش زنب انت هتعودي بالكتفية طول اليوم؟ جرى ايه؟ انا عايزة بقى براحتي عايزة بقى على حرياتي مش هيبقى خنقى جوه البيت وخنقى براها حرام عليك يا بدري خنقى فين بس ده انت جوزك معايشك احسن عيش مالا انا اقول ايه بقى؟ على اقل انت جوزك بيسيبك براحتك تقعد عن ضمك مش لذقلك كده طول الوقت يا ساتر عمري ما حبيته ولا هحبه الله يسمح ابوك اللي جوزوني غزبا عني يا ايا بدريا ما خلاص بقى احنا فين والأيام دي فين؟ يا اختي ما يبقى شلبك اسود كده؟ ما تسيبيني اهبهب بالكلام الله انت هتبضل يقفل على واحدة في كل حاجة عايزة تكلم يا ساتي هو تكلم علي جمرك طيبو حاجتها خديتها معاها ولا سايباها ولا ايه؟ شوفها موجودة ولا لا حبعت حد يشوفها ايا يا سيدي شوفها النا ولا سمحت طمننا طمننا على ايه يا حبي؟ ما بارك يا جامع شوف لنا واحدة غير ولا اقول لك شوف لنا يا دكتور اه احسن عشان ربنا يبرك لنا في المصلحة لا اله الا الله ماينفعش يا حاج يبقى شاكلين ايه لو احنا جبنا حد وهي راح تطبع علينا يا سبحان الله واحنا اللي اقول لنا همشي ما اللي خدت في الشهة وهبقت ومشي؟ الصبر يا حاج الصبر كل حاجة هتبقى زي الفن ان شاء الله بس انت اصبر يا جماعة يا جماعة هسيبوا موضوع الدكتورة دي فيه موضوع مهم جدا عايز اقول لكم عليه التجار اللي اشتاروا الدرة جاهزين وعايزين يستلموه اقول لهم يجوا امتى؟ لا استنى بقى ده الدرة لسه في البحر بقول لك يا عمر اديهم معاد بعد شهر احسن كده بدل من اديهم معاد قبل كده ونرجع نخلف معاه فيه موضوع تاني عايز اكلمكو فيه خير انا اسمقت ان وزارة الزراعة نوية السورة دمواشي من البرازيل علشان ترخص سعر اللحمة هتلاقي الحكومة عايزة تعمل مصلحة اوعكم فاكرا الحكومة عايزة ترخص اللحمة عشان غلبة تاكم طيب يا راجل مغفر عبيت لما واخذة قد ترخي لك يا حاج فتحي تشكرين جرى يا عمر فيه انه انت لحد النهار ده معرفتش الحاج فتحي ده طول النهار يقول عليك الامير عمر الطيب عمر يا عمر والله بيهزر معاه انا بعملك زي اخواتي بالظابط محمد واحمد يعني انا بقولك يا عبيت يا بوريالة يا هبل هزا ارجو محابة خلاص بقى يا حاج فتحي انا كل يهمني في الموضوع ده خايف ان سعر اللحمة ممكن ينزل وده ممكن يأثر علينا ما تخافش يوم الحكومة عندنا بسانة حليني بقى عبال ما يلموا عملة بالسوق ويفتحوا اعتماد ده فيها بتاع ستاشفر موت يا حمار يعني هي الحكومة ما عندهاش عملة صعبة وحياتك بيلموها بالسوق زي الزبان بالظابط مما ليه يعني الحكومة سنى سنانها على تجار العملة لي ما عشان كده يعني هم سنين سنانهم وبيشتروا منهم الله الله عليك يا عمر وانت قاعد على الشجر ومشايف اي حاجة برا المصدر وده كويس على فكرة خليت كده احسن تكبر دماغك من الحاجات دي خالص واقولتوش احنا هنعمل ايه؟ قللي الاول يا عمر مين لألك الحكومة عايز استورد لها؟ مصدر المعلومة من مين بالظبط؟ اهو التفصيل اهو حاجة تعر اعمل حسابك انا مش هفصل تاني اه هو يعني اللي بيلبسه جاهز دول احسن مني ولا يعني احسن مني؟ استغفر الله العظيم يا رب يا ستي مفيش في الدنيا دي كلها حد احسن منك خد الهدوم دي الكنيها وزعيها ارميها وما تعتريش هم كلها كم يوم واجبلي كدوم احسن منها الف مرة كمان يا رايك بيها بس الله يلا تعالي ريح يلا يلا بقى ما توجعيش قلبه مال لا يا اخويا مش جاي مش جاي يا ليه بس؟ مش احنا اتفقنا خلاص؟ يلا بدينا يلا نغني سوا الليل يا عيد يلا بقى لا يا اخويا لا هنغني ولا اتفقنا بص بقى يا تيفا انا يا اخويا عايزك تغير شغلانة المصمت دي عايزك تشوف لك ده شغلانة تانية حلوة يا دنيلة علي وعلى سنينة وسنينة المصمت شوفت؟ قديك دايما كده بتتخلق علي ما بتبقاش حلوة واحنا ينغل لما تكون عاوز حاجة مني بقى يا دي شغلانة يا عمني يا شغلانتي ما عرفش شغلانة غيرها يا بنت الناس وانا مش عاوز ابني بقيت ولدي لقى ابو بيع سمين بيع السمين ده خلي في رجالة بشانبات لازم تفهمي كده كويس مش هتيجي انت على اخر الزمن وتطلعين معاش قبل الاوان باوان ليه يا اخويا هو انت لسه ما طلعتش انت انت طلعت معاش من زمان او يتيب ولا انت يا حاجة مش واخد بالا لا واخد يا اخد معاش 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 بس هفضل بتعسمين يا بنت بتاع الانبيب انابيب 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 يا الله ما اللي لا بازت بازت الهي تقول لع فيك امبوبة كل المنطقة دي هتمشي فيها الابراج على شكل زجزاج على مساحة 32 فقدان واخدر طب قولي يا باش مهندس هو مين اللي بيحدد خط السير ابراج الكهرباء المحافظة ولا الوزارة والله ما عنديش فكرة حاجة بس اكيد بينصقوا مع بعض كل اللي عرفوا ان المنطقة دي بيسموها مجرى خطر او ممر خطر عشان كده من المستحيل البنى عليها هي دي مشكلة الارض مبتل يو بقى اكيدا يعملوا محطات ضغطة عالية عشان الكهرباء اكيد طبعا يعني انت كده يا باش مهندس بتنصحنا ان احنا نصف النظر عن موضوع الارض دي بصراحة انا شايف كده حدا يقوقتوكو فيها على الارض لا الله يباركلك يا جماعة انا شايف ان العرض ده مش هيتكرر تاني ده الواجهة هنا شوف الواجهة يا حاج بحر شرقي ممنحة واجهة واجهة ده بصراحة انها بتعملها كيلو متر مربعة محمد ما هو انا عشان كده يا حاجة بقولك ان احنا عايزين ناخد حطة الارض دي ده انا نفوخة يطلع عليها لو ما خدناهاش طب بقول لاخيها باش مهندس صراحة انها بقول عليها السف السلام السف السلام احنا لو خدنا الارض دي على اساس انها ارض زراعية وسقعناها شوية لغاية ما نشوف لها صرفة وبعدين نبدأ نبني فيها ساعتها المحافظة لما تلاقي البنة شغال ممكن ما تعملش محاطة الكهرباء دي خالص ونبقى حطانهم قدام الامر الواقع لا يا حاجة فاتحي ما انفعش معنى كلام الباش مهندس ان الموضوع مرفوض من اساسه مش هيدونا الارض لا عشان نبنيها ولا عشان نزرعها الله طب ببعدين العمل ايه يا باش مهندس العمل عمل ربنا ملكوش نصيف في الارض طب اقول لك يا هندسة ما فيش سكة كده مننا للمحافظة طب يا باش مهندس احنا متشكرين ايه لتعبناك معانا لا لا اولا تعب ولا حاجة انا تحت امروكس السلام عليكم السلام عليكم عايزين نشوف سكة للمحافظة عايزين نقطع فرط في الارض دي معنى نروح ونشهر معاكوا باي الشاي ونكلموا في الحكاة على طول الموضوع مسهل كده يا احنا عايزين واسطة واسطة كبيرة كمان صحة فيه ليه واشرطة يكون عظمية نشفة في الداخلية محافظ زيه هنروح انا وانت اخوك نكلمه ونقوله ايه ولا هو يقول لنا ايه يا اخوانا بلى واسطة بلى محافظ الله احنا محط ايدين على حتة الارض على اساس ان انا ملهاش صحة يا ابني بطل طوي احنا مش عايزين مشاكل ومش عايزين اواضي وغرامات مش عايزين حد يعلم علينا عايزين نقسب من غير ما نتحبس يا محمد يا حج مش هنتحبسه على حاجة اخوك بالكلم صح يا محمد احنا لازم دلوقتي هدفنا يبقى المحافظة والمحافظة لازم يبقى عندنا معلومات كيفية عشان نعرف هندخل على الموضوع ده ازاي وعلى فكرة يا حج اننا نخليهم يدونا الارض وينقلوا ابراج الكهرباء موضوع مسهب صعب هاوي 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 مه؟ اهو! اتعبوا الماض عايزة ايه تاني؟ عايزة ايه تاني؟ قلت مئة الف جنيه برضي هتقوللي مئة الف جنيه وانا حشاري هتحطها ازبار راسة معرف لها الشتري الجره وهتجيب يا فتح المئة الف جنيه وهشتري الخاتم الخمس عراريت اللي انا عايزاه قلت ايه بقى؟ قلت يا بطري انا مش راجل عبيد انا يوم مدفع مئة الف جنيه من جيبي لازم انا اختم قصعدهم مئة الف جنيه ولا يا اخويا مش ستع بيكا والألماص تعلو بيزين والخاتم ده مفيش منه غير خطة واحدة بس عارف يعني ايه؟ يعني كان لنا عندنا جوهرة في البيت كان لنا عندنا حتة مسا من بدوع الأفلام في بيتنا أفلام ايه مو أفلام؟ ده انت اللي بتعمل لي أفلام علي وبعد الخاتم تهيبقى في صباحك انت بشابه في البيت زي ما انت تقولي وبعدين فهميني انت بتروحي فين عشان تلبس في صباحك خاتم خمس أراريط ألماص بتروحي فين؟ يا بدرية بطلي طمع وكفايا اللي عندك بطل بوخل انت وهد من اللي عندك ايا ايش يا صباحك؟ ها لا انا باكل اهو مش باني ما اكل مفيش بس يعني بس يعني بس ايه قولي؟ هو ميتي اللي قالك على الحاجات دي كلها مش مهم يا صباح مين اللي قالي بس المهم اني مش انت اللي قلتي دي بس المهم اني مش انت اللي قلتي دي ماني قلتلك على كل حاجة هو بس بعد ما سألتك يا صباح مش لوحدك مجيتيش كده من نفسك وقلتيلي وانا مش فاضة ادوروا على كل واحد وبرضو ما حبش الناس تدوروا وراي بتعارفة ده معنايا يا صباح معنايا ان ضهري بقى مكشوف يا ريان وانا اللي يكشف لدهار ويعريه وانا اللي يكشف لدهار ويعريه مالوش مكان في حياتي يعني ايه يا صحب؟ يعني اللي ليك عندي ولي ليه عندك هما البنتين صفها ومروط واني انت طالة يا صباح ست سبعة ها ثمانية سلام عليك سواني مهدر حضرتك حالا خد راحتك يا خي تسعة كمان ده عشرة نيجي على ده بقى ده بقى المهم يا أستاذ ونخلي بالنا منه قوي يا أستاذ فضاية وسمحت ايه يا أستاذ عصام؟ وانا عمري ما شلت إخواتم غالية ده نطول عمري ما شلل الحاجات الغالية جدا تسمح طواني يا أستاذ بالنبي؟ الفطالي هاني الله هو ده من ابو خمس قراريت؟ هو ده خمس قراريت ألماز حر يا مدام ده تحفة يا رأيك؟ ده يخلي الصابع تتكلم بقولك إيه؟ مش ده اللي تكلمتني عنه؟ مظبوط هو ده اللي تكلمني عليه خلاص اعتبروا بتاعي أنا اشتريته خلاص إزاي؟ خلاص إزاي يا مدام ما يفعش؟ مدام تهاني لو بعرفت تبقى مشكلة كبيرة وهي يا مدام تهاني لسه شافت الختم هو مش برضو يا أخي حضرتك وخد لها الحاجات دي عشان تفرجهم لها آآ أيوة خلاص اعتبر إن الختم ده مكانش موجود من أصل أموني مدام بدريا سبيه روح بيه وكده كده اعتبر الختم بتاعك أم لا؟ طب ويفرت شافته وعجبها وأخدته هجملك أحسن منه يا ستة كوري بس أنا مش عايزة ألا أحسن منه أنا عايزة ده الجرائي يا مدام ليه عافية ولا إني؟ هو أنا عشان زوء معاكي هزوء فيها ولا ايه؟ انجراء يا رجلين انت بتكلمني كده ليه؟ هو ده كلام والختم حيروح لي مدام تهاني يعني حيروح لي مدام تهاني ايه ده بس يا عزيز مداري وحب حلو بس بيدود موضوع عصيب يا أستاذ عصام بدل ما تقول لي اهدى قولها هي يكون عندها شوية زو و شوية دم لا لا ما تغلقش ولا كلمة واحدة وهتلاقي الجزمة في الدماغ جزمة الفضالي جزمة على دماغك و دماغل لربوك جمال لا 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 طب هو بقى عشان تبقى تسلم اهو هو ده اللي حصل ولا تجيبولي حقي دلوقتي حالا الله ما هو لازم يعرف ان وراي رجالة ضربت الراجل في المحل يا بدرية طب هو فين دلوقتي؟ ما عرفش تبتوا في المحل ومشيت ده إله إدى الله ما تزعلش مني يا بدرية غلط او انك تعملي كده معاه غلط بقى ولا مش غلط اهو ده اللي حصل ولا تجيبولي حقي هيجيلي يعني هيجيلي طبعا حقك لازم يجيلي وحتى لو غلطانا ماينفعش راجل يميت ديودة وحدة ستة يحمل تبو الخواتم الخواتم فين يا بدرية ما عرفش يعني ما تعرفيش يقولوا دعا منك في الخناء والدب بزرف تمانهم احنا فيه ولا فيه دلوقتي يا فاتح بفضل ما تعرفش يا سيدي بس عدد اسمع صوت محر بقى 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 أهلا يا باشر أهلا بسعالة نومر يا فاندم مش دا برضو منزل بدرية على الفن اهلا يا فاندم هو هي فين مش موجودة في الحقيقة يعني في مشوار كده طب احنا عزانة في الاسم خير يا حضر تسأل عبدرية ليه فيه محضر معمول ضدها ضربت واحد ويحتاج علاج اكتر من واحد وعشرين يوم واحد وعشرين يوم تبا انا معاكم انا جوي سهبوا عيالي احنا عزانة هي اللي تيجي معنا هي مش موجودة دلوقت مش موجودة كالبيت دا انا هسيب خبر اول ما تيجي هتجينا على طول ها احمد حسان من فاطلة باشر يا محمد يا محمد نعم ها اول ما تيجي نردت الحاج جهاتها وتعلاننا على الاسم على طول يا الله بصراحة حاولت معاه بس هو ركب دماغه برضو مدام بدرية زودتها اقوي الحقيقة ما انا عارف انها احمقية بس احسان بايه ضروري تشوف لنا اي حل معاه ما هو المشكلة نراكب رأسه ومستقوي اصداز كرتير المحافظ وكانوا اخذ الخواتم دي لمرأة المحافظ يالا هرأبوك سود المحافظ ومرأة المحافظ يعني بدرية راحت في ده يا احمد نهرنا اسود لا 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 لاسود ولا حاجة نهرنا زي الفل عجيجة تقلت لي اسمه ايه اسمه الاساس فضالي اه لو سمحتوا اللاه يا حضرت الزبط بعد ازنا حضرتك اه لو ممكن تسمحلي بس اكلم الاساس فضالي كلمتين بس على جنب والله دي حاجة ترجع الاساس فضالي اه فظالي. فظالي اللي اتضرب وتبادل النهاردة. انا لا هقول كلمة ولا كلمتين. انا اخد حقي بالقانون. طيب من اللي قالنا حضرتك ان احنا مش هنديلك حقك. احنا نديلك حقك بس عايزين نتكلم معاك كلمتين انا والحق على جنب بعد اذنك. لو سمحت. بعد اذنك يا فن. اتفضل يا فن. اتفضل. على مهلك على مهلك الله يكرمك على مهلك الله يكرمك. الف سلام عليك يا سعدت البهشة الف سلام. انتو عايزين ايه? ولا اي حاجة. احنا عايزين نتعرف يا سيدي عايزين نتعرف يا سيدي. اعرفك بالحج فتحي اخويا الكبير وزوج مدام بدريا. زي ما اخترت يا اخوي. اكرمك الله يا فن دي مؤامة. الحج احمد. احمد دوين. احمد تجار كبار. وليه لوزننا في الزوج. انا مالي اذا كنت تجار كبار ولا صغيرين. اهدى. اهدى بص راسك. اهدى. سايق عليك النبي تاه ده. احنا عايزين نرديك ونجيب لك حق اكل غطى عندك. بعيد عن اللقسام والكلم الفاضي ده. وبعدين بدريا يرديك يعني انها تيجي وتتبهدل هنا في اللقسام. احنا عمرنا ما دخلنا اسم. اخ لازم تتبهدل. عشان عشان تعرف ان هي مادة ايدها على الأستاذ فضالي. انت عرفي ازاي يا فندي. انت عرفي ازاي. ده انا لما عرفتي ما صدقتش ان ده حصل مع حضرتك لا اله الا الله يحسن معاك انت 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 يا فضالي بي. انت يلي سمعتك سبقاني. اه؟ وانت تعرفني منين بقى عشان تعرف ان سمعتي سبقاني. عرفك منين ازاي بقى لا اله الا الله وهلي اخفى القمر. طب طب بعد اذنك حج فتحي. فاضي انت عارب بقى ان هما بيقولوا ان سيادة المحافظ ما بيعرفش يعمل اي حاجة ان لابست شرطك. اه 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 صح. اه 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 اول الكلام ده امرة اخوك. هنقول لها سعادة الباشا هنقول لها انت بتعرفش احنا هنعمل فيها ايه. انا شخصين هديها بالجزمة اه واللهي. وهجب لك حقك لغات عندي. لها كمان بقى سعادت بقى وده من عندنا بقى. الخاتم اللي انت كنت عاوزه اعتبره موجود للهانم ومن غير ما تدفع ولا مالين. اه ازاي يعني. ازاي يعني. ازاي يعني يا سيدي اسماع اللي بقولك عليه واكتر كمان اللي انت عايزه هنعملهولك. واللهي العظيم ما هتندم اقصص فضالي. وهتوب اشتريتنا بزوءك وكرم اخلاقك. واللهي ما هتندم ده احنا رجالة عشرة على عشرة. بص اه هتبقى اشتريت رجالة ومش اي رجالة. بس تنازل الاول عنا المحضر. لا مش هتنازل عالمحضر. اه اركن المحضر عند الظابط لحد ماعرف هتدوني حق ازاي. يعني. حجيجة. اه ابوز دماغ مين. ده انا لو شفته تاني هتجيله بالجزمة على دماغه. يا بدرية ابوز دماغك انا. ابوز دماغك انا لم الموضوع. هتروحي في حديد يا سكرتير المحافظ. سكرتير المحافظ على نفسه يا حبيبي. مش علي. يا بدرية. المحضر لو مش رسمي يا بدرية. شايف الغواج اللي في ايدك دي. بدل الغواج دي هتلبسك كلبشات. وانا مش هعرف اعمل حاجة. انت مش هتعرف انا بقى هاعرف. وبدل المحامي هقوم عشرة. طب عشان خطر يا بدرية. ابوز ايدك. ما اصغرنيش قدام الراجل. انا قلتله ان انت هتبوس دماغي ونخلص الموضوع. الله لو حلفتني على المياه تاجبد ما هنفز الا اللي في دماغي. وهو اللي يجيلي الحد عندي ويتأستفلي. ويبوس دماغي وراجلي كمان. ويبوس دماغي ويبوس راجلك بأمرت ايه يا بدرية. لا حاول على ركواتك الا بالله. طب لو قلتلك يا بدرية. ان في مصلحة جامدة اوي مع المحافظ. واحنا عايزين نطول الراجل ده تحت بطنة. عشان يخلاص لنا المصلحة. يا باولك ايه؟ اقول ما ليش دعوة غير بكرامتي. انا كرامتي عندي بالدنيا وما فيها. طب لو قلتلك ان المصلحة دي بملايين لملايين. وان هيجي من وراء رزق كبير قوي يسد عن الشمس. يا باولك ايه؟ اعرف ايه هي المصلحة الاول. واعرف مصلحتي في المصلحة. عشان اشوف. اذا كنت حبوس دماغه. ولا حنست الكعب جزمتي على دماغ امه. ايه ده؟ تخارجة ولا ايه؟ لا. لابسة يا اخويا عشان دخل الحمية. الله 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 الله. طيب تتنور علي يا ابنينة. اصلك يا اخويا شايفني لابسة. هكون يعني راحة فين؟ اكيد خارج. ماشي. طب خارجة راحة فين يا ستة ابنينة. راح اشتري شوية حاجات انا والبت الواحز للبيت. ويعني هي حبكة. تنزيل دلوقتي تشتري حاجات للبيت. في نص الليل. نص الليل ايه يا تيفا. دي الساعة يا اخويا ما جاتش تاسعة. خلاص خلصنا. مفيش خروج دلوقتي. هي بنزلي بكرة اشتري اللي انت عايزان. جرى ايه حاج. انا يا اخويا لما اقول خارجة. يعني خارجة. وانا قلت مش هتخرجي يا انا مش هتخرج يا منيرة. جرى ايه حاج. هو انت اخويا بتفكر تميد ايدك علي ولا ايه؟ السبت اللي تعصى جوزها ملهاش غير الطلب. اه ده العشوة لكان ولا توالد اللي يفكر يمد ايدها على منيرة. لا اقتولد وعاز مطلق. وقلت مش هتخرجي يا انا مش هتخرجي. ايه وعيدك دي؟ يا ناس. يا ناس يلحقوني يا ناس. يا ناس التوفيه عايز يموتني يا ناس اه اه. عايزي توفيه حرام عليك يا ناس الحقوني. الحقوني يا ناس التوفيه حيموتنا ولا قاية اللي مبتني يا نوات. لا 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 يا بنتي بتاعي أنا بيت اه لو كان كده ماشي خلاص انا هخلصلك موضوع الارض ده بس ايه ليه شرط عشرة في المية من الارض ومن اي حاجة تتعمل عليها عشرة في المية؟ ماشي بس يكون في علمك هتدفعي نصيبك زيك زينا هدفع خمسة في المية بس ونصيبه هيبقى عشرة تعجبيني شاطرة اقوم بقى اتكلم الراجل وروحنا قابله راجل مين اللي تكلمه؟ فضالي الراجل اللي انت تضربطيه في محل الجواهرجة لنروح نبوس على دماغ ونصالحه انا مش هبوس على دماغ حد يا حبيبي يوبا كده بقدرها المصلحة مش هتتم وحتة الارض اللي عيني هتطلع عليها مش هشوفها ملكش انت دعوة يا فتحي الارض اللي انت عايزها هجبها لك وانا ليه نصيبه في الارض يا ستي ماشي انا من ايدك دي ليدك دي بس قوليلي ازاي هناخد الارض من غير ما نصالح الراجل ايوه 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 لا حول ولا قوة الا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ايوه خير يبا انحقنا دكتور انحقني افلي